العنجهية تتميز بقول لمسيم الكذاب عندما سألوه قال والله أعلم أن محمداً لا صادق لكن كذابوا بني ربيعة أحبوا إلي من صادق بني مضر لذلك كان المقصود هو التكبر والتفاخر للجهل الذي كان منتشر في ذلك الوقت إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانت البيئة غير مناسبة لانطلاق الدعوة وانصطدم بعد أعوام كثيرة بهذه العنجهية اختار الخروج إلى المدينة المنورة التي وجد من أهلها حسن الاستقبال وعطوه الوعود على ذلك اختار النبي عليه الصلاة والسلام للخروج إلى المدينة المنورة رفيقاً وهو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما هنا جاء في الأبيات هاجرت لله تطوي البيدة مستحباً خلاً وفياً كريماً نفسي هديها هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها الصحبة لسيدنا أبو بكر على ممتاز به من أخلاق كما كان يفعل في الجهلية كان ينفق كل ماله لكي يعتق العبيد من ظلم كفار قريش لو نتكلم عن الصحبة قليلاً هنا في أجلناك النبي صلى الله عليه وسلم حين أزن لأصحابه في الهجرة فخرجوا كرادا وجماعات تراً إلى المدينة المنورة وهم يعني يلقون من كريش أشد العنت في يعني عدم الخروج وفي الإمساك بهم وتعذيبهم وردهم إلى أقوامهم مرة أخرى ومع ذلك كان الناس يخرجون وجاء الصديق ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي يا رسول الله قال على رسلك يا أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحب فأبو بكر يقول الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اختار الصديق رضي الله تعالى عنه ومما جاء في وصف الصديق أنه رجلاً رقيقاً نحيفاً لم يكن الصديق بكوة البدنية المعبوبة سيدنا عمر سيدنا عمر مثلاً حينما أراد أن يخرج للهجرة وقف عند البيت معلناً إياها قال أيها الناس من أراد أن يهتم ولده أو ترمى الزوجته فليلقيني خلف هذا الوادي إني مهاجر فكان الأجدر لو أن الاختيار يقع بحسب الكوة الجسمانية لأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عمر صاحباً لكنه اختار الصديق لأن الصديق له من الكوة الإيمانية ما لم تكن لعمر رضي الله تعالى عنه ولذلك قال لو كان إيمان الأمة في كفة وإيمان الصديق وحده في كفة لرجح بهم إيمان الصديق رضي الله تعالى عنه فالصحبة هذه مقام محمود اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لأعز الناس على قلبه وأحبهم إليه وأقربهم منه مجلساً في الدنيا وفي الآخرة فالصديق له مكانة بما كان من سبق وبما كان من فداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين وتحضر هذه النمازج في كثير من المراحل في هذه الهجرة حينما أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بماله كله إلى رسول الله وكم مرة جاء فيها الصديق بماله كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة يعني ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله يعني لن يضيع الله سبحانه وتعالى رجلاً توكل على الله بهذا القلب النقي التقي كقلب الصديق رضي الله تعالى عنه ومن ثم انسحبت تلك المعية على هذا القلب إذ يقول لصاحبه لتاح يا السلامي أخي هذا التخليد لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ليس لهم ثالث إلا الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين لا يختلف أحد من الأولين من الأقل على أنه الصدي إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه رب لما ربنا يقول له كن له يا محمد لا تحزن كن له لا تحزن يعني يعني المطلوب إثبات العكس يعني لا تحزن يعني افرح وللأسف اليوم نجد من يتطاول على سيده وبكر والصحابة ما علموا ما علموا من هو الصديق رضي الله تعالى عنه لا تحزن يعني افرح إن الله معنا لأن الله معك فلا يكون أحد عليك مهما كانت قوته ومهما كان سلطانه ومهما كان بطشه وظلمه الله سبحانه وتعالى القوي المتين الولي الحميد اللطيف الخبير القدير معك في هذه المحن وهو ناصرك إن شاء الله سبحانه وتعالى فالصديق كانت له حتى مواقف طوال طريق الهجرة حينما يستبرئ الغار للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج الصديق ليمشي عن يمينه تارة وعن يساره تارة ومن أمامه تارة هنا استحضر المقاطعة عندما كانوا في الغار قال أصبح يقطع من ثوبه يصد الشقوق الموجودة في الغار وغار ثور هذا لمن ذهب إليه زائرا ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزيارة زيارة غار ثور هو الغار الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم ولا تقف عند المعنى الذي ورد في الحديث حين قال الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا هي صخرة مجوفة هي صخرة مجوفة لها فتحتان ولا تسع إلا لرجل واحد قائم أو اثنين قعود والصديق جعل من جسده ومن رجله وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الغار قال انتظر يا رسول الله على رسلك حتى استبرئ لك الغار يستبرئ الغار مما غار مهجور على ارتفاع سبعمائة وخمسون وثلاثون أو سبعمائة وخمسون مترا وهو سمي بالمناسبة غار ثور قالوا لأنه على شكل ثور وقال لأن رجل قديما كان كسكن هذه المنطقة وهذا الجبل يقال له ثور من مكة فسمي الجبل بسميه على كل لا تعنينا التسمية بل يعنينا الحدث هو الغار الوحيد الذي ذكره في القرآن الكريم إذ هما في الغار يستبرئ الغار للنبي صلى الله عليه وسلم ويسد الشكوك بسوبه يقطع من سيابه ويشق بها يعني موقف للصديق لا تجده لأحد وليس للصديق فحذب بل كان لآل الصديق كذلك ابنته أسماء بنتها ذات النطاقين هذه المرأة الحامل التي تصعد إلى الجبل بالطعام نحن حينما نذهب إلى العمر يا أخينا كل الناس هذا هو الغار ينظرون إلى الغار نظرة يعني أرى الحسر في عيونهم أنهم لا يستطيعون أن يصعدوا كل هذه المسافة وليس عند الناس من العذيمة ما يقوم بهذا الأمر فما بالك بامرأة حامل امرأة في بطنها عبد الله ابن الزبير ابن أول مولود في المدينة للمهاجرين حينما هاجرت بعدها مباشرة ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير ابن العوام تصعد إلى الغار وتضع الطعام والشرب لرسول الله قيل أن سيدنا أبو بكر عندما كان يسد الغار في الغار كان هناك حية يعني بقي شق لم يجد له شايفة فوضع قدمه آه وضع قدمه فيه ولدخ قالوا هذا في أشير نعم قيل أن هذا كان سبب وفاته في وقت لاحق سبب وفات من؟ سيدنا أبو بكر في وقت لاحق تأثرا بالسم كان لا يتكلم يعني يعني قد يكون هذا من باب الكرامة كما اجتمعت للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي حينما أكل من الشاة المسمومة وتكلم ذراع الشات كما هو سابت في الأحديث وقال لا تأكلني يا رسول الله فإني مسموم ومع ذلك حينما كان على فراش موته صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أثر السم الذي أكلت يوم خيبر يعني يراودني كأنه كان في كل عام في نفس الموعد يأتي هذا الألم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من باب الكرامة التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لينال بها النبي الكريم هذه المرتبة من مراتب الشهادة التي يعني يموت عليها ويلحق بالرفيق الأعلى عليها هذا رأيي وقد يكون الصديق كذلك لكن الله أعلم بصحة هذه الرواية لكن على كل الصديق له مواقف كثيرة في طريق الهجرة هو الذي جهد الراحلتين هو الذي استأجر عبدالله بن أريقة اليهود ليكن لهم دليلا في الصحراء هو الذي كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده طوال الرحلة ولك أن تجد هذا المشهد حينما أبو بكر الصديق رجل نساب كان يعرف بطون العرب والعرب يعرفون من هو الصديق ويعرف الأنساب ويعرف الرجال عبدالله بن أبي قحافة في كثير من الناس لا يعرف اسم لا يعرف عبدالله بن أبي قحافة نعم لكن هي كنيته أبو بكر والصديق لقبه لقب به النبي صلى الله عليه وسلم فالصديق رضي الله تعالى عنه وهو في الطريق يلقى رجل يعرفه قال يا أبا بكر ما أخرجك ومن هذا الذي معك فما استطاع الصديق وهذا من فطناته رضي الله تعالى عنه ألا يقول أن هذا محمد رسول الله يذهب إلى القوم يغبرهم وعلى رأسه مئة نق نعم وضع فقال الصديق ولم يقول لا يريد أن يقول هذا ليس محمد وليس رسول الله لكن قال هذا هاد يهديني الطريق فالرجل حملها على أنه دليل في الصحراء نعم وهو قصد أنه هاد يهديه إلى طريق الحق وإلى الله سبحانه وتعالى فتجد حتى حينما نجد الصديق رضي الله تعالى عنه في خيمة أم معبد ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب بعده وخلفه كما في الرواة الكثيرة وحين وصل إلى قباء حين وصل إلى مسجد قباء خرج الأنصار كل يوم يتطلعون فيجدون الصديق وقد وقف يظلل بسوبه فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك استحق الصديق عن جدارة أن يكون أهلا لهذه الصحبة وأن يكون يعني على مقام هذه الصحبة التي اختارها له النبي صلى الله عليه وسلم واستحق هذا الذكرى والسناء الحسن في القرآن الكريم لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم قالوا نذلت المعية وأحيطت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم انسحبت على صاحبه الصديق وبعض العلماء يقولون بل أنزل الله سكينته عليه على من على الصديق لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابت بسبات الله سبحانه وتذبيت الله له فكان الصديق هو أولى الناس بهذه الرعاية لا تحزن يعني افرح إن الله معنا فكان الصديق على قدر هذه الصحبة رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عننا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزء هناك قصيدة فيها أبيات تذكر هذا المقام لذلك يقولها لمحمود البارودي كما أقرأ فيقول ولم يزل سيد الكونين منتصبا ولم يزل سيد الكونين منتصبا لدعوة الدين لم يفتر ولم يجمي يستقبل الناس في بدو وفي حضر وينشر الدين في سهل وفي علم حتى استجاب له الأنصار واعتصموا بحبل من تراض خير معتصم فاستكبلت بهم الدنيا نظارتها وأصبح الدين في جمع بهم تممي قوم أقروا عماد الدين واصطلموا قوم أقروا عماد الدين واصطلموا بيأسهم كل جبار ومصطلم فكن بهم أشرقت أستار داجية وكن بهم خمدت أنفاس مختصم فاستحكم الدين واشتدت دعائمه حتى غدا واضح العرنين ذا شمم وأصبح الناس أخوانا وعمهم فضل من الله أحياهم من العدم ترجمة نانسي قنقر